يعني ممكن يبقى مناسب اليوم للسفر ويكونوا موفقين فيه أو حتى يخططوا يعني ممكن يخططوا لسفر دي الأبراج المحظوظة بكتمال القمر خلال الفترة دي وممكن يعملوا كمان انترفيو في شغل مع جهات في الخارج يعني لو عايزين يشتغلوا في الخارج ممكن يبقى يوم مناسب لعمل انترفيو يعني يعني من يقول لهم من دلوقتي أنا واحد من الأبراج دي ومزجي حلم وتمام التمام وهتقابل بحد من التأثيره سلبي عليه من أبراج تانية هو ده ممكن يساعدك انك تمتص غضبه تعرف تحسن التصرف قدام عصبيته يعني تعرف تهديه تعرف تتصرف كويس فعشان كده ده بيبقى يعني مفيد جدا ان يفيدك لكن الناس بقى عندها حظ مش قوي في الأيام دي لازم ياخدوا بالهم جدا بيبقى فيه شوية نصايح بقى هو ممكن نقول يعني ان شاء الله يعدي بالسلام لو الناس بس بتاخد بالهم شوية حاجات بسيطة يعني مثلا الكوس الحقيقة هيكون الأمر في مواجهته اكتمال الأمر فده يخليه عصبي يعني متسرع في انفعلاته أو في ردود أفعاله أصلا متسرع من غير حاجة أصلا يعني هو برج ناري وبينفعل بسرعة يعني على عصابه طول الوقت آه بالصف لكن يعني في اليوم ده أنا أنصحهم يعني يحاولوا يتأنه جدا يبعدوا عنه يا جماعة أيوة أو بالذات ثابتوا لحد الجيين يعني آه كمان عايزة أقول آه انه توقيع الأوراق والعقود بالذات الكوس يفضل ما ياخدوا بالهم جدا من حقوقهم ما يوقعوش أي أوراق أو عقود إلا لم ويفضل بلاش أصلا يوقعو يعني لكن لو مضطرين لازم ياخدوا بالهم جدا جدا من حقوقهم آه وارد انه من حقهم يتاخد ما يغمروش ماليا الفلوس برضو ممكن تتاخد بسهولة منهم آه دي النصايح اللي أقولها الجوزاء نفس الحكاية اللي هو الأمر مكتمل عنده آه بيكونوا بيميلوا للغضب جدا في الوقت ده آه فيه برضو الحوت آه عندهم ممكن يكون ضغوط عائلية يكونوا شايلين هم حد في العيلة أو مش عايزين يعملوا الواجبات العائلية اللي عندهم فبيبقوا متزمرين آه فبقولهم اصبروا حيعدي يعني خليكم متماسكين قدام أي واجبات عائلية العزراء بقى العزراء في الشغل ممكن يكون عندهم ضغوط في الشغل جدا وتوتر أو مرتبكين بسبب ضغط شغل فبقولهم نظموا جهودكم أولوياتكم في اليومين دول عشان تعرفوا تعادوا اليومين بسلام إن شاء الله معنا طبعا مجموعة من كل الأبراج عايزين نعرف السرطان وعايزين نعرف العقرب طيب السرطان شوف أنا هقولك السرطان والجدي السرطان والجدي يتاقتهم السحية أقل في اليومين دول فالسرطان والجدي الاتنين بقولهم خدوا وقت كافي من الراحة نظموا جهودكم ما تضيعوش تاقتكم في شيء ملوش لازمة أما التور والعقرب فما يغمروش ماليا في اليومين دول في السبت والحد ما يغمروش ماليا بس دول كده الـ 12 برج طيب نطلع لفصل بعد الفصل نرجع نستكمل كلامنا برد مرة تانية